بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا مرحبا بحضراتكم على قناة STC سالمون تريدنج شنل مع الحلقة الأولى من كورس إدارة الأموال ووقف الخسائر هذه الحلقة تحت عنوان العلاقة بين التحليل الفني والإدارة المالية يقول جان جاكروسو ليست هناك أسرار للنجاح فالنجاح هو القيام بأشياء أنت تعرف أنه يتوجب عليك أن تقوم بها نقول هذا في البداية لكي نعرف أهم أسرار النجاح في التداول هل هو التحليل الجيد أم إدارة رأس المال أم التحكم في المشاعر في واقع الأمر أن هذه الأمور الثلاثة مجتمعة هي من أسرار النجاح في التداول ومن أسرار الاستمرار في الأسواق وتحقيق الأرباح على المدى الطويل طيب لماذا هذه المقدمة لأن القدرة على التحليل بمفردها ليست ضمانة لتحقيق الأرباح فليس كل المحللين الفنيين الجيدين متداولين جيدين وليس كل المتداولين الجيدين محللين فنيين جيدين وعلى الرغم من أن التحليل الصائب الصحيح هو بلا أدنى شك أحد المقومات الهامة والأساسية والضرورية للنجاح إلا أنه ليس هو كل شيء فالمضارب الناجح والمضاربة الناجحة لا تعتمد فقط على التحليل الجيد السوق بل تعتمد أيضا على تنفيذ القرارات المناسبة بالسرعة المناسبة في الوقت المناسب فالسوق لا ينتظر أحدا كما أن هذه المضاربة تعتمد أيضا إلى جانب ذلك على الشجاعة في اتخاذ القرار والشجاعة في الرجوع عن هذا القرار إذا ثبت أنه خطأ وذلك بتصفيت المركز للحد من الخسائر كل ذلك وغيره هو ما يعرف بالإدارة الرشيدة للأموال ومثال على ذلك أن بعض البنوك والمؤسسات المالية في عالمنا العربي أو حتى على المستوى الشخصي تعاني من طباط شديد في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في الوقت المناسب حيث نجد أن هذه المؤسسات يرفع مسؤول الاستثمار مذكرة بتوصية معينة إلى أعضاء لجنة الاستثمار التي تجتمع دوريا في يوم محدد من الأسبوع أو في يوم محدد من الشهر لبحث ودراسة هذه الأمور المستجدة ثم بعد ذلك تصدر قرارها بالموافقة على البيع أو الشراء وفي قدوم ذلك يكون السوق التحرك في معظم الأحيان بنسبة كبيرة تفرغ التوصية من مضمونها وتجعلها بلا جدوى وبلا معنى وحينئذ يتم بالطبع تنفيذ قرار اللجنة مما يؤدي للخسارة لفوات الفرصة لعدم اقتنسها في الوقت المناسب أما عن كيفية الإدارة الرشيدة للأموال فهذا ما سوف نتعرف عليه في الحلقات القادمة إلى أن ألقاكم لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني ترجمة نانسي قنقر